أشهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القاعد العلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أشهد بالتنوع في مجالات التعاون والتنسيق مع جمهورية روسيا الاتحادية معتبرا سموه ذلك من العوامل التي تدعم أسس العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ولد استقبال سموه في قصر القضيبية سيد جورجي بولتفشينكو محافظ مدينة سانت بوترسبرغ الروسية والوفد المرافق وذلك بحضور سعادة الشيخ يشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظة العاصمة وصاحب السمو الملكي باستمرار وطيرة تبادل الزيارات المثمرة بين مملكة البحرين وروسيا الصديقة وعلى رأسها زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظ الله ورعاه وأكد سموه على الاهتمام بمتابعة ودعم مخرجات هذه الزيارات من اتفاقيات ومذكرات تفاهم بما يعزز أفق التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين على مختلف الصعود واستذكر سموه خلال اللقاء زيارته إلى مدينة سانت بوترسبرغ قبل عامين وما لقيه فيها من ملامح تاريخية عريقة انسجمت مع الحداثة وتناول اللقاء التعاون في المجالات الأمنية وحفظ الاستقرار في مواجهة المتطرفين من أعداء الإنسانية مؤكدا سموه على أهمية تعزيز بناء الجسور بين الحضارات وتقوية العلاقات بين المجتمعات بما من شأنه الحيلولة نون استغلال ثغرات غياب الوعي والفهم الواضح من قبل مختلف تيارات التشدد والإرهاب وأكد سموه دعم مملكة البحرين لكل الجهود البناء في اتجاه حفظ الأمن والاستقرار مشيرا في هذا الصدد إلى ما يمكن أن يسهم فيه الدور الروسي ضمن الجهود الدولية الساعية في الجانب من جانبي أعرب سيد جورجي بولتفشينكو محافظ مدينة سانت بيترسبرغ الروسية عن تقديره لدور صاحب السمو الملكي وللاهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في تكريس التعاون مع مدينة سانت بيترسبرغ ضمن إطار العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية روسيا الاتحادية الصديقة وأكد المحافظ الحرس على موصلة تطوير العلاقات بما يتجسد في حجم الوفد الزائر وبرنامج الزيار الحافل الذي شمل عددا من المجالات الاقتصادية والتنموية اشتركوا في القناة